اشتركوا في القناة والمرياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها هنيئا لنا جميعا بأن حللنا في شهر رمضان ووفقنا الله سبحانه وتعالى أن نعيش لحظاته وأيامه هذا الشهر هو سيد الشهور وهو أفضلها عند الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل خصه بخصائص أعظمها هو نزول القرآن الكريم وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلم في هذا الشهر مجالات شتى يبادر ويسابق وينافس فيها إلى فعل الخيرات وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك كنت أذكر ولا أزال هذا الشيء الجميل في مكة المكرمة أن جميع الجيران عند الإفطار أو قبل الإفطار بلحظات تجد أن في صفرة الطعام تجد أن هذا الطعام من هذه الجارة وهذا الطعام من هذه الجارة وكذلك الجيران الذين يكونون في البيوت المتلاصقة يكون هذا الشيء منتشر بينهم أكثر فتجد أن طعام الصائم متنوع هذا من هذا البيت وهذا من هذا البيت وتجد أن الناس في قلوبهم التآلف والتراحم ويود كل واحد منهم أن يبادر إلى جاره بإطعامه ولو شيء يسير ولو حتى صح واحد يقدمه له وهذا الفعل هذا له أصل في السنة بل إنه قد حث عليه عليه الصلاة والسلام حثا كثيرا وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صح عنه من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء فهذا الذي يفعله الناس فيما بينهم في بيوتهم الجيران كل واحد يقدم لجاره شيئا من الطعام وما يجري اليوم في بلاد الحرمين الشريفين مما تشاهد من الموائد الطويلة التي تقوم بها الدولة ويقوم بها كثير من الناس من موفقهم الله سبحانه وتعالى لإطعام المعتمرين والمعتكفين والزائرين وغير ذلك مما هو يسير من ماء وتمر وغير ذلك ويكون فيه نوع من المعاونة للمعتمرين والمعاونة للحجاج والمعاونة للصائمين كل ذلك يكون فيه هذا الثواب العظيم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء والمقصود أن الصائم الأول الذي أفطر له ثوابه والصائم الثاني ينال ثواب نفسه وثواب غيره من الناس وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول في حديث آخر من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وهذا فيه نوع من المواساة فإن الغازي الذي يغزو في سبيل الله أو الحاج الذي يحج في سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرج من بلده إلى الحج فيعينه أحد أرباب الأموال بأن يدفع له تكلفة الحج وما يتعلق بتذكرة الطيران وما يتعلق بالسكن وما يتعلق بذلك له ثواب لا يوازيه ثواب لا يعني هذا أن هذا الذي تفضل له له منا على هذا الذي ناب عنه ذهب إلى الحج هذا فيه فتح باب كبير للإحسان من الله سبحانه وتعالى على عباده إذ أنه جعل لهذا مالا في يده فأنفقه في الخير وجعل جزءا منه لمن يغزو في سبيل الله وجعل جزءا منه لمن يحج وجعل جزءا منه لإطعام الطعام وخصوصا الصائمين فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الذي رزقه الله مالا ليتعبد الله به وليتقرب إلى الله به وليكون من عباد الله الصالحين بما رزقه الله سبحانه وتعالى من المال فشهر رمضان شهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن كما ثبت ذلك في الأحاديث فالله سبحانه وتعالى يضاعف للصائم أجره ويضاعف للصائم رزقه ويبارك له فيه لأنه شهر الصوم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا قال فمن عاد مريضا قال أبو بكر أنا قال عليه الصلاة والسلام فما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة هذه الخصال يمكن لنا أن نقوم بها ونحن في هذا الشهر المبارك كم من مريض في المستشفيات يجب علينا زيارته خاصة إذا كان من الأقرباء ومن الأرحام ومن المنقطعين ممن لا زائر له وقد ورد في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول عبدي مرضت فلم تزرني قال كيف أزورك يا رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تزره ولو زرته لوجدت ذلك عندي ما أعظم هذا الحديث استقرضك عبدي فلان فلم تقرضه قال كيف أقرضك يا رب العالمين عبدي استقرضتك فلم تقرضني قال كيف أقرضك وأنت رب العالمين قال استقرضك عبدي فلان فلم تقرضه ولو أقرضته لوجدت ذلك عندي ففي شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يعمل هذه الخصال التي عملها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبح صائما وتصدق بصدقة وعاد مريضا وهي أمور يسيرة وهي سبب من أسباب الجنة التي سهلها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر في هذا الشهر المبارك خصال كثيرة يمكن للمرأة أن تعملها يعني كما بينت لكم في أول هذه الحلقة أن المرأة يمكن لها أن تتصدق بشيء من الطعام اليسير يعني كما ورد في السيرة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعض بيوت الأنصار أن يزيدوا في ماء مرقي الطعام وذلك لتعطي المرأة جارتها فلو أعطتها شيئا من الشربة أو شيء من مسلوق اللحم ما تصنعه النساء في بيوتهم وأهدت لها ذلك وعلى تلك الجارة ألا تحتقر هذه الهدية فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه ما معنى فرس شاه معنى فرس شاه أي لو أهدت لها ما نسميه اليوم بالمقادم هذه الهدية قد يعني يأنف منها بعض الناس ويقول لا أنا لا أكل هذا الطعام وهذا الذي أهديته لي يعني نوع من الإهانة لا هذا نوع من الكبرياء وليس فيه هانة من المهدي لمن أهدى وإنما هذا ليثبت أن الهدية لا يعني لا يكون فيها بين الناس يعني تعظيم للمقامات وإنما يعطي الهدية الإنسان على قدر حاله فهذه المرأة تعطي شيئا من الطعام شيئا من التمر شيئا من الحلوى شيئا من الأمور التي يمكن أن تعطيها لجارتها ففي ذلك لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بهذا الذي ذكرته ثلاث يقول عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة يعني أعطت جارتها شيء من الطعام ليس فيه مشقة على الزوج ويقول العلماء أن من خوارم المرؤة أن الزوج الرجل يحكر على زوجته بما تنفق وكذلك على المرأة لا تبذر في الإنفاق لربما تكون ظروف الرجل صعبة وضيقة فهو لا يريد أن تنفق على جاراتها الشيء الكثير لكن التوسط والاعتدال وخير الأمور الوسط فتنفق غير مفسدة كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى الزوج ألا يتضايق إذا أعطت جارتها شيء من الطعام شيء من الشراب نقص عليهم شيء وأنفقت فإن للزوج ثوابا وللمرأة أيضا ثوابا قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب هو ذهب إلى السوق ويعني حصل له من التعب والعرق الشديد حتى أتى بهذا المال وأتى بهذا الطعام فالله سبحانه وتعالى يثيبه ثوابا كبيرا ولو لم يعلم ولو أن هذا الزوج لم يعلم بهذه النفقة فإن الزوج لربما غاب عن البيت لكن هو ينزل في حسناته وفي صحيفة حسناته تكتب له الملائكة بما يعلمها الله سبحانه وتعالى من الحسنات بما أنفقت زوجته وللخادم مثل ذلك يعني أن الخادم لو أنه أطعم أحد الناس أو وسع على بعض الناس من من حوله فهذا السائق معه في غرفته سائق آخر فهذه المرأة أعطت هذا السائق وهذا الخادم شيئا من الطعام يكفيه ويكفي من معه من السائقين أو من الخدم الذين يكونون في البيوت فإن ذلك يكون في حسنات الزوج وفي حسنات الزوجة وفي حسنات هذا الخادم وحق لنا بعد هذا أن نقول ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فيا أيها الناس يا أيها المشاهدون يا إخواني ويا أخواتي علينا أن نبذل في شهر رمضان ما استطعنا ولذلك أذكر لكم هذه القصة الجميلة التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هذه الآيات يذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدتنا سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بضعة المصطفى وأم أبيها رضي الله عنها فإنهما كان صائمين فجاءهم أسير فطوايا يعني جاء هذا الأسير في وقت الإفطار فأعطاه الطعام فأعطياه الطعام الذي أعداه لإفطارهما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا جاءهم في المرة الأولى مسكين فأعطوه الطعام فلم يأكل شيئا إلى السحر يعني كأنهم واصلوا إلى وقت السحر فأهيأوا طعاما فجاءهم الذي ذكرته الآية الكريمة يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما جاءهم يتيم وفي المرة الثالثة يعني في اليوم الثاني حضر أمير المؤمنين طعاما وسيدتنا فاطمة جهز الطعاما فجاءهم الأخير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فأطعموه فبقي أمير المؤمنين وزوجه سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء يعني كأنهم واصلوا ثلاثة مراحل المرحلة الأولى صيام اليوم الأول ثم المواصلة إلى السحر ثم إتمام صيام اليوم الثاني حتى وقت الإفطار فانظر إلى هذا الصبر على مرضات الله سبحانه وتعالى وعلى هذا الجهد الذي حصل من هذا الإمام العظيم وهذه السيدة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قدوة لنساء العالمين وجعل هذا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قدوة وهو من من قال فيهم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجد فهذا الفعل الذي فعله هو وزوجه كان ذلك عبرة لمن يأتي من بعدهم ويكون يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم الذي نزل بنا وحل بنا ضيفا فينبغي لنا أن نبادر إلى إطعام الطعام وأن لا نبخل ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يدرب النفوس على النفقة اليسيرة فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فلو تفكرت يا أخي المشاهد لو تفكرت يا أخي المشاهد في لفظي هذا الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة دل كذلك على إرشاد لطيف من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وهو أنه يقول من لم يستطع أن ينفق الأموال الكثيرة وأن ينفق الطعام الكثير وأن يطعم الناس فعليه أن ينفق ولو شطر تمرة ولو نصف تمرة وكم تساوي نصف التمرة من المال كم تساوي هلالات الشيء البسيط الشيء القليل فعلى الإنسان أن يعود نفسه على أن ينفق شيئا من التمر لو عودت نفسك على أن تنفق قليل من التمر في هذه السنة وفي السنة الثانية تنفق أكثر وفي السنة التي بعدها تنفق أكثر فإذا تعود الإنسان على الشيء البسيط فإنه سوف تهون عليه النفقات الكبيرة ولا تضيق نفسه بذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن عباده المنفقين وأن يجعلنا من المقبولين وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا